اشتركوا في القناة افضل الصدقة سقي الماء افضل صدقة ان انت تسقي الناس ماء وخصوصا في الحارة اللي احنا فيه احنا قاعدين في درجة حرارة نحديها الـ 45 عشان كده طبعا بلبس النظارة على طول لان التصوير بيبقى كله في شمس ربنا يجمعنا وياكم يا رب العالمين مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى اللهم امين يا رب العالمين كتير مننا يا حبيبي ياما بنروح نشتري اي حاجة بنا عندي اي بقال في صور ماركت او اي مكان فلما بيكون فيه باقي مبلغ بسيط جدا بيعطيك لبان او بمبوني او شوكولاتة او حاجة بسيطة نصحتي قوله مش عايز لبان ولا شوكولاتة ولا بمبوني اديني مية فيديك مية خد المية ديت خدها منه الساعة كده بالتلاجة وانت ماشي اديها هدية لواحد فقير اديها هدية العسكري المروري اللي واقف يعني عيزا بالله يعني الشمس حرقاء 8 ساعات ولا 10 ساعات في الخدمة بتاعته اديها الواحد يكون قاعد بيع في الشارع مش قادر يشتري نفسه مية معدنية فانت تدي له زجاجة المية يشربها ويدعيلك وكل ضرط مية تخش جسمه تشغل عضو من اعضاء جسمه كل ده في ميزان حسناتك وكل ضرط مية توصل للسانه فيذكر ربنا بيه او يقرأ بيه القرآن في ميزان حسناتك وكل ضرط مية توصل لأديه فيكتب بيها خير يوصله للناس في ميزان حسناتك وهكذا شوف اديه فانت اعطيها لأي حد او حطها مثلا في كوب اخبالك او اناء وحطها مثلا للحمام والعصفير كل قطرة مية توصلون في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه تعالى اسمع لقول المولى عز وجل قال تعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة عايزين ايه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين قال ابن عباس حبر الامة ترجمان القرآن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الاخرة حشان كده كانت افضل الصدقة هي سقيوا الماء اسأل الله عز وجل ان يستعملنوا اياكم في هذا الخير وان يبارك فيكم جميعا وقد عملت لكم مقطعا وقلت يا حبيبي كل واحد قدام شباك وقدام بلكنتو حط شوية مية وبقايا الاكل في اناء اخر للحمام والعصفير لانه بيموتوا من شدة الحر اللي احنا فيه اسأل الله عز وجل ان يجزيكم كل خير جمعان الله اياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته